سينابون سينابون هو طبعا طعمه جميل جدا بس غالي جدا برا فانا هعمل لكو الطريقة بتاعته في البيت وتطلع زي برا بالزبط بس امشي على الخطوات اللي انا هقولكو عليها الاول هنجيب كبايتين دقيق طبعا لازم بيبقى عندك المكيال تكيلي بي كل حاجة علشان الحاجات تطلع مظبوطة ده الاول كباية بنحط كبايتين دقيق معي نص كباية لبن تلت كباية زبدة سايحة بنسخنها طبعا وتسيبي حاجة تهدى تلت كباية زبدة سايحة ونص او ربع سوري بتحطي ربع كباية سكر طبعا مش بحط سكر كتير لان اصلا بعد كده في سكر فيها هنا معي معلقة كبيرة خميرة وبتحطي رشة ملح انا حطى الاتنين على بعض عادي بضايا واحد بيضة طبعا بدرجة حرارة المبوخ بتطلعي من تلاجة هيدا شواشا الحاجة ما ببصش منك ودول اللي هنحطهم في العجينة بعد ما تخمر الزبدة سايحة بتسيبيها برضو تبرط شوية وهنا بنحط الخلطة عبارة عن سكر ومعلقتين بتحطي مثلا معلقتين سكر ومعلقة كاكاو خام مش كاكاو اللي هو مسكر لا كاكاو خام وقرفة بس كده هنستخدمهم طبعا بعد ما العجينة بتخلص طبعا معي فانيليا هنزل علي الخميرة ورشة الملح تمام هنحط عليهم البضاية هنقلب كده هننزل بربع قباية سكر هنحطها كده أنا بس بقلب وبعد كده هنعمل بأدينة احنا مش عايزين مضرب حتى العجينة دي بتبقى طرية فلازم تعمليها بايدة حل هنحط الفانيليا مش هنقطر هنسيم الفانيليا السعيلة علشان ما تبقاش تقيلة هنحط كيس واحد فانيليا هون بتقلب كده أنا دلوقتي هنزل بالزفده وباللبن هاجم باللبن معي ثلث كباية زفده صحيحة هنعمله بس بمالقة وهنعجم دلوقتي باللبن هنفضل بقى نعجم باللبن لحد ما تلمي مني هنزله طبعا تكون يغسل ايدك كويس هنفضل اللبن هنفضل اللبن شوية شوية اهو بتوعز التلمي فيها ههي العجينة دي هتطلع طرية مايكية اهو هنزود اللبن يبقى برضو اللبن مايكي عشان ما تطرقش منك قوي يحتاج الدقيق زودلها دقيق اهو اه انا حطت هنا شوية دقيق انت بتبقي قدامك الدقيق واللبن وبتزودة هي لازم تبقى طرية كده ونعمة هي كده بقى طرية ونعمة اهي بس انا لمتها بس اتلمت معي ازاي دولة بقى منها اللبن شوية غاية دي بس هو المقدار نص كوبية علشان انت لو مكترت دقيق اهي نعمت جدا هي الطرية دي بتبقى نعمة كده وبتلزق معيك يعني ده سر نجح بس انا حطيتها هنا هالفها بالستريتش وهتتساب اه ترتاح نص ساعة وهجيلكو وهي بتتفرد رجعتلكو تاني انا ستها هتتخمر اه نص ساعة اه وبعد كده طبعا نفش الكويس علشان اللبن كان دافي وحطيت سكر مع الخميرة انا هنا فردتها معي هجيب زبدة بتكون درجة حرارة المطبخ علشان بالوقتي انا هفردها على العجيلة والمقدار معي هنحطه قلنا اه معلقتين سكر ومعلقة تكاو ومعلقة قرفة تمام وهجيب طبعا اه صانية مستطيلة او مربعة وهحط بقتي فيها الزبدة انا بس خلاص انا كده فردتها كويس هجيب بقى الزبدة بصطرية ازاي وامشي عليها كده بالشكل ده نازم تفرديها كويس علشان السكر والقرفة في الاطراف اهو يعني الحاجات البسيطة دي هي اللي بتخلي العجينة تبقى كويسة معي اهو في الاطراف هنحط في الاطراف وبفرد على جوة كده تحط فيها كلها ما تقوليش اطراف مش هحط لا بنحط فيها كلها عشان تطلع زبتة عبارة بالزبط اهو كده طبعا لازم تسبيها تفك كده شوية عشان تبقى طرية معاك في الفرد اهو هفردها معاك كلها وارجعلكو تاني بس فردت كده الزبدة كلها وفي الصانية هفرد الزبدة اهو كده هجيد بقى الخليط معاك اهو هفردها يعني هي كفاية قطعة اهو بنحط ودي زي بتاعت بره بالزبط او فرق لانها بتبقى فعلا بره غالية جدا يعني اصغر حجم 45 او 50 جنيه فعلا ايه؟ يعني انا المكال ده هيطلع لي اتناشر واحدة او اكتر كمان يعني على حسب ما انت فردها على الهو اهو اهو طبعا انا عشان تسبق معايا لازم بتتكتلي عشان الحشوة ما تطلعش بره اهو في كل حتة ما بسيبش حتة طبعا اللي بيعمل الدخان ده ده التكاو فيه ناس بتعملها من غير كاكاو بس انا محبا بالكاكاو بس انا محبا بالكاكاو بتبقى حلوة يعني تبقى طعم جميلة انا قربتها كده تحسي فيها طعم حلوة اهو بتدوسي بس كده اهو هشطف ايدي وارجعلكو تاني انا هنا همسكها بقى كده من العل طرف وارفها رول طبعا تحاولي صغري الرول بحيث ان اللفات بتاعته هتبقى كبيرة جوه اهو احنا طبعا لازم بتحط دقيق لان العجينة دي اصلا لازم بتلزق ونعمة فبنحط كده بنلفها رول اهو بالراحة طبعا عليها علشان اللعجينة ما تفكش منك اهو هلفها رول هكملها كلها وارهها بعد ما بتخلص كده بالشكل ده هبتدي اقطحها اهو طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزينه اهو انا مش هبطحها كبيرة قوي لان هي لسه هتنفش احنا رسها نسيبها تستريح نص ساعة انا هوريكو دلوقتي احنا بس بنسيب بين كل واحدة واحدة شوية لان هي لسه هتتخمر وهتدخن اكتر اهي اهي كده بنجيب الحتة اللي تحت اهي مش ملزوء انا هوريكو نعملها زي بنسيب بين كل واحدة واحدة اهي حتى لا تلزش اهي تمام دي مقفلة قويس طبعا مش قادرة وصفلوكو لحيتها بجد تجربوها هتعجب اهي اهي انا عادي بسيب بين كل واحدة واحدة مسيفة لان هي لسه هتكبر اهي 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 بالشكل ده انا هتخدها الفر بشغل الفرن من تحته بعد كده بس بفتح من فوق ياخد لون ده شكله طبعا بصوا حجمه الضعف السوس انا قلت اقول لكم عشان مطولش عليكم الفيديو انا بعمله عبارة عن لبن بودرة معلقة لبن بودرة فانيليا لبن عايزي وبنقلبهم لحد ما بيبقى ده قوامه انا هطلع قطعة دلوقتي بصوا ولا بيلزق ولا اي حاجة بصوا الشكله اصلاب من تحت عميزي ما لزقش علشان انا بحط زبن والسوس بنسيب السوس اللي عايزي يكون يحط اهو بعمله كده بس عشان انا مش حابه انه يكون مسكر ممكن تحطي مكسروف ممكن تحطي الشكلة تحطي اللي انت عايزي اه انا هامل معاه اه نس كافيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة